الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إله إلا هو الملك الحدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجفار المتكرس سبحان الله عما يشركون والله الخالف الباري والمصور لول أكماء الحسن يسبح له ما بالزماوات ورم أرضي وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين مشاهدين الأكارم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في الميزان في هذه الليلة سنتناول عصارة ما قدمناه في الحلقة الماضية عندما تتكثر السلبيات ولو بنسبة معينة وعندما تصبح حالات الوضع الدس التزوير التحريف الإسرائيليات حالة عامة وحينما تكون ممنهجة وتدعم من قبل الدولة يعني بمشروع دولة ويدعمها الحاكم يصبح من الصعب والعسر تمييز ما هو سالم ونقي وما هو مليء بالشوائد ولكن على فرض إننا قلنا أن هناك روايات دخيلة على التراث الإسلامي لا نقول إسرائيلية أو موضوعة يعني ما هو أعام من ذلك على فرض إننا سلمنا أن هناك روايات قد دخلت إلى التراث لا عن قصد يعني مدخل هذه الرواية قد سمع شيئا ورواه والسام اشتبه ونسب ذلك الشيء إلى التراث الإسلامي إلى النبي كذا كذا رفعه يعني إلى النبي أو نسبه إلى الصحابة أو اشتبهت عليه القصة فحمل قصة حدثت في التاريخ الإسلامي على قصة حدثت في الأزمان الغابرة وعند أهل الكتاب ولكن لا يمكن أن نطلق هذا الحكم بحسن النية على جميع هذه المرويات وعلى جميع من أسهم في إدخال هذه الروايات وهذه الشوائب في التراث الإسلامي فلابد أن نرى الهدف من إدخال الإسرائيليات والهدف من تجيش الجيوش من قبل السلطة الحاكمة في تلك الفترة لوضع كم هائل من الروايات طبعا البعض منها ممكن أن يخترق ويمر مرور بسلام في التراث والبعض منها قد يقع بين أيدي العلماء والمحققين فيمكن أن يعزل أو يوضع في الحجر الصحي كما يسمى من هذه الأفكار ولكن تبقى هناك نسبة ليست بالقليلة وإن كانت ليست بالكثيرة من هذه الروايات وممن رواها لهم أهداف لعله تكون مرسومة لهم مسبقا والأهداف هذه التي ينشدون أن يحققون منها أهدافهم أو مآربهم ستكون بالتالي أو بالنهاية هي الهدف لوصولهم لخرق التراث وتمزيق التراث الإسلامي والروائي إذن بهذه الحلقة هذه الإسرائيليات التي دخلت إلى التراث الإسلامي بصورة عامة ما هي الأهداف يعني ما هو الهدف من إدخالها ومن المستفيد من ذلك هذا الموضوع سنناقشه مع ضيف البرنامج سماحة العلامة الأستاذ الشيخ أسد محمد قصير أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ حياكم الله مرحبا بكم ورحب بجميع الأخوة والأخوات المشاهدين وتقبل الله أعمالكم أسلامكم الله مشاهدين أكارم نأخذ فاصل قصير ثم نعود لنبدأ الحوار الإسرائيليات والأمويات عاملان أساسيان لتشويه التراث الروائية إذ يشكلان أخطر معاول الهدم داخل هذا التراث الذي تستمد منه أمة محمد مقومات حياتها المبنية على أسس منظومتها العقدية والإيمانية والقيمية وقد تحدثنا في حلقات سابقة عن الإسرائيليات وماهيتها وكيفية دخولها التراث الروائي الإسلامي مؤشرين وموضحين في ذات الوقت الأهداف الكامنة خلف زجها في التراث فعلاوة على تلك الإسرائيليات هناك الأمويات التي عمل طاقم سلطوي كبير على اختلاقها وابتداعها وزجها في السيرة النبوية الشريفة وبكل مفاصلها القولية والعملية والتقريرية فما هي الإسرائيلية وما هي الأموية؟ وأين يجتمعان وأين يفترقان من حيث المضمون؟ إن كان هناك ثمة فرق واختلاف وافتراق وهل يمكن أن نعطي شواهد وأرقاما عن تلك العوالق المقحمة في التراث الروائي؟ وكيف يمكن جمعها وتصنيفها كلا على حدة وإعلام الأمة بحقيقتها؟ وعلى من تقع مسؤولية الفرز والعزل لتنقية التراث الروائي منها؟ وهل المهمة سهلة أم صعبة أم عسيرة؟ وما هو دور العلماء والأمة في عملية الفرز والتنقية لأطهر وأقدس وأشرف تراث وتاريخ مرتبط بالسماء ورسالاتها الإلهية؟ أهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء أهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى سمعتش أهلاً ومرحباً بكم الدارس للتراث للتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية بالذات يجد أن هناك يعني نحن ما نقول السيرة يعني ندرس بعضها إلى سنة أربعين يعني ماذا حصل ما مرتبط بالصحابة كذا كذا يجد أن في الفترة التي أعقبت اغتيال أمير المؤمنين هناك حصلت نوع من التفرقة حصلت نوع بين الصحابة وتطورت فكرة النقد الروائي فأم المؤمنين عائشة نقدت عبد الله بن عمر في أحاديث نقدت عمر أيضاً ونقدت أحسنتم في هذه المطالب نعم أحسنتم لكن بعد هذه الفترة لما تسلطت هاي قوة الظلام قوة بني أمية هاي القوة الظلامية أصبح النقد ممنوع والأهداف المرسومة لمشروع التحريف والتزوير أهداف رصينة قوية يعني كان يسعى إليها ويصبوا إليها معاوية بكل طاقته ترى من خلال قراءتكم لسيرة الصحابة أنا ذاك والأهداف الأموية والمشروع الأموي ما هي باختصار ما هي الأهداف التي يصبوا إليها معاوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجد سابقا بينا وأثبتنا أن المشروع التزويري والتحريفي للسنة النبوية الشريفة هو مشروع على المستوى الرسمي هو مشروع أموي ولكن هذا المشروع الأموي لم يكن وحيدا القيادة هي نعم كانت بيدي بني أمية ولكن المشروع التزويري كان ورائه كان شخصان أو شخصيتان أو جهتان الجهة الأولى هي الجهة الأموية ولكن هناك جهة أنا أعتقد بأنه هذه الجهة أيضا لا تقل خطورة عن المشروع الأموي وهي الجهة الإسرائيلية وبينا بالأمس بأن هناك مجموعة كبيرة من قادة المشروع الإسرائيلي دس الإسرائيليات في التراث النبوي والتراث الروائي بأن هناك مجموعة كبيرة هؤلاء كان لهم دور كبير في صناعة الثقافة في العهد الأموي منهم هو كعب الأحبار ومنهم أيضا وهب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو وأيضا كعب الأحبار ربما بالأمس لم نذكر هذه القضية كعب الأحبار أيضا جاء بمجموعة من أقاربه أشركهم في عملية التزوير واحد منهم هو ابن زوجته تبيع تبيع أيضا له دور كبير جدا وكان الصحابة يأخذون منه الصحابة كانوا يأخذون منه الأحاديث والروايات فإذن هناك جهتان جهة إسرائيلية وهناك جهة أموية فالذي قام بعملية التزوير هم أفراد على المستوى الأفراد على مستوى الأدوات أغلبهم أدوات إسرائيلية كانت ولكن كان الدافع والداعم والمحفز والذي سهل لهم عملية التزوير لا شك هو السلطة الأموية فمن هنا من خلال هذه القاعدة أو من خلال هذه الحقيقة يمكن لنا أن نعرف الأهداف المشروع الأموي زور من أجل أهداف سياسية هذا أمر مقبول زور مثلا أخفى الكثير من فضاء الأهل البيت عليه الصلاة والسلام وجعلها في آخرين وكذلك أيضا نشر روايات النصب لأهل البيت عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ ممكن هنا نقول من أجل السلطة هذا التحليل سيكون تحليل منطقي من أجل السلطة من أجل الحكم ولكن الدس الإسرائيلي من أجل ماذا؟ هل هو من أجل السلطة؟ ليس من أجل السلطة الدس الإسرائيلي كان هدفه هو تدمير الإسلام الدس الإسرائيلي كان هدفه هو تدمير الإسلام من الداخل باسم الإسلام وأنا أعتقد أن الإسرائيلي والأموي اشتركا في هذه القضية يعني الأموي كان عنده هدفان الإسرائيلي كان عنده هدف واحد الهدف المشترك بينهما هو تدمير الدين تغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الثقافة ضرب الفكر ضرب العقيدة يعني عقيدة الجبر من أين دخلت علينا نحن دخلت علينا من الأمويين من هنا كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان ينادي بأعلى صوت التوحيد والعدل يجمع بينهما دائما في خطابه التوحيد والعدل التوحيد أن لا تتوهمه كما جاء في الإسرائيليات الله جالس على العرش أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه لأن الثقافة الأموية أرادت نشر ثقافة الجبر من أجل ماذا من أجل ضرب عقيدة الإسلام من أجل أيضا تكريس السلطة الأموية من هنا عندما اعترضت أم المؤمنين عائشة على معاوية عندما أراد أن يعين يزيد خليفة له فقال لا هذا أمر السماء وكان كل من يخالف عقيدة الجبر كان يقتل باسم الدين هناك علماء ذبحوا باسم الدين لأنهم خالفوا عقيدة الجبر ومن هنا أيضا نحن نشاهد أنه أهل البيت عليه الصلاة والسلام أكثر من الحديث عن العدل ومنظومة العدالة في الإسلام على كل حال فإذن هنا هدفان هدف اشترك فيه الإسرائيلي والأموي وهو ضرب وإسقاط ثقافة الإسلام عقيدة وحتى على المستوى صفات الله على مستوى التوحيد على مستوى كل ما يعني العقيدة بكل أبعادها وكذلك أيضا والأنبياء تنزيه الأنبياء عصمة الأنبياء وكذلك أيضا كان هناك هدف أموي كما ذكرت لضرب العقيدة الإسلامية ولدفن الإسلام كما قال معاوية دفن اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا كان هناك هدف سياسي الهدف السياسي هو كما ذكرت تكريس السلطة الأموية لأن السلطة الأموية كانت تحتاج إلى مشروعية فبالتالي تكريس السلطة الأموية كان أيضا هدفا مهما لعملية ومشروع التزوير هذان هدفان أساسيان بالنسبة إلى مشروع التزوير الأموي الإسرائيلي طيب سماحاتكم ذكرتم مسألة الجبر طبعا ليس الجبر وحده هو اللي أحدثته الإرجاء هذا منهج الإرجاء كما يقول فلان مرجع وذبح الناس على مسألة الإرجاء أيضا فلان يعني تأخير العمل والفعل وكذا وهالأمور هذه صحيح الإرجاء أيضا قسم منه أموي نعم يعني الإرجاء ينقسم قسمين صحيح قسم منه أموي بمعنى أنه أنت أفعل ما تريد والحساب بعدين الله عدل الله كريم نعم هذا بمعنى وإرجاء آخر إرجاء انتحلتها بعد صفة الخوارج ذاك بحث آخر هو يعني التحليل أو كما نعم يعني حتى تسود ثقافة الانحلال القيمي والأخلاقي لابد كان من نشر ثقافة الإرجاء هو هذا أخطر من الجبر أنا ذكر المشروع الأموي أراد أن أراد إسقاط العقيدة ضرب العقيدة الإسلامية وضرب القيم القيم حتى القيم التي كانت موجودة عند الجاهلية عند العرف الجاهلية نجدها بأنها صارت مغيبة جدا في العهد الأموي التي منها مثلا ذبح الأطفال قتل النساء العربي كان كان يستحي هذا عار كبير جدا كان أن يقتل أمرأة نعم كانوا يدفنون البنات ولكن أن يقتل أمرأة هذا كان عار ولكن معاوية فعلها فعلها وقتل نساء وسبى نساء وأول نساء سبينا في الإسلام مسلمات في اليمن وبأن على عظم يعني هذا عبارة نعم وبيعت المرأة السباية على عظم فخذها ويقال أنه عندما أرسل معاوية جيش جيشه أرسل إلى بصر بن أرطى أرسله إلى اليمن فدخل إلى اليمن فأباد أحياء كاملة من بني سعد إبادة وفي بعض التقديرات بين سبعين ألف إلى مئة وعشرين ألف وأيضا قتل النساء وسبى النساء وأول نساء سبينا في الإسلام كانت أكثر من ذلك هناك مرأة كانت يقال طبعا نحن أكو مسألة المشاهد لازم يعلمها لا تقرأ وتمر مرور الكرام ترى كثير من معارضي السلطة الأموية دائما يلجؤون إلى كيل التهم لهم إذا أرادوا يتخلصون خارج خوارج أكو مرأة كان اسمها ثبجاء هذه الثبجاء علقت عارية منكوسة مرأة تعلق في السوق عارية منكوسة بعد شيء نحج حتى أنه أبو بلال هذا مرادس الخارج هذا من القوارج رأاها عظ يعني قال له هذه تموت وأنا أبقى عادل ولذلك أنا أقولها مرارا وعلى أنا ما أقولها القوارج أشرف من بني أمي كثير نعم صحيح حتى يعني في العهد الأموي دفنوا الناس أحياء دفن أحياء على كل حال فنحن كما ذكرت المشروع الأموي ما كان ليستتب سياسيا ويستمر إلا من خلال أيضا نشر ثقافة الإنحلال الأخلاقي وهذه واحدة منها قضية الإرجاء وإلا هناك الكثير من الأخلاقيات المنحلة والساقطة انتشرت إلى حد كبير وكل ذلك كان من خلال المشروع الأموي على كل حال هذا طبعا على مستوى الأهداف نحن الآن لو أردنا أن نبين من من استهدف في المشروع التزوير للتراث الروائي يعني ما هي الأهداف ولو بشكل تفصيلي نحن قلنا بأن الهدف العقائدي والفكري كان هدف كبير جدا ولكن لو أردنا أن ندخل إلى تفاصيل هذه الأهداف مثلا نحن نلاحظ أن الذات الإلهية مستهدفة توحيد توحيد مستهدف صفات الله مستهدفة التي منها قضية الجبر إن الله يعني يجبر صفات الله كانت مستهدفة هذه الأسماء الحصنى والصفات كانت مستهدفة أيضا طبعا هذا كله له شواهد له شواهد في الصحاح وله شواهد في هذا التراث الروائي وان شاء الله سنقدم الشواهد الأنبياء شخصيات الأنبياء أخلاقيا عقديا أيضا كانت مستهدفة شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كانت مستهدفة من كان حول النبي أيضا كان مستهدف أمهات أهل البيت استهدفوا بعملية التزوير كذلك أمهات المؤمنين أيضا استهدفوا وأنا أعتقد بأن هناك الكثير من الروايات التي زورها بنو أمية بإسم أم المؤمنين عائشة وعائشة أصلا ما عندها خبر عنها وهكذا يعني قدموا عائشة وقدموا أمهات المؤمنين بأنهم كأنهم يعني النساء يعني الإنسان يستحي يتكلم بأنه هذا عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأيضا الذين استهدفوا أيضا من كان حول النبي أبو طالب الذي نحن اليوم نعيش ذكرى وفاته أبو طالب هذه الروايات التي نجدها في الصحاح هذه هذه روايات أموية دس أموي لا يمكن لهذه الشخصية التي كانت قبل الإسلام موحدة وبعد البعثة كانت موحدة وأشعارها تشهد على ذلك وهذه الشخصية التي فنت يعني فنت من أجل النبي فنت نفسها من أجل النبي قدمت كل شيء من أجل النبي وكان أبا رؤوفا رحيما بالنبي صلى الله عليه وآله بعد أبي طالب معقول كل هذا ومات من أجل النبي لأنه مات في الحصار أبو طالب مات بسبب الضعف بسبب الحصار بسبب الجوع هو وأم المؤمنين خديجة عليه السلام طيب بعد كل هذا نحن نجد الآن الروايات في الصحاح بأن أبو طالب مات مشركا مشركا لا يقال أنه لم يسلم مات مشركا وهو كان موحدا قبل الإسلام وهذه القضية الكل يعترف بها كيف صار مشرك في آخر لحظة من لحظات حياتي صار مشركا فإذن استهدف أيضا مثلا أم المؤمنين خديجة عليه السلام أيضا استهدفت من خبل التزوير الأموي تقدم لنا السيدة خديجة بأن أمرأة كبيرة في السن وأنها مثلا كان عندها بنات وأنها تزوجت قبل النبي بأنه كانت أمرأة تزوجت الكثير وأخذها النبي بعد كل هذا فإذن من كان حول النبي استهدف أهل البيت استهدفوا فالقرآن أيضا استهدف فإذن هذه هي الأهداف التي أرادها استهدفها المشروع الأموي والتزوير نذهب إلى فاصل ونعود إلى الشواهد إن شاء الله مشاهدين لكارم فاصل قصير ثم نعود لنواصل القوانا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد ظاهر في باطنه وباطنه في ظاهره ظاهره موصوف لا يرى وباطنه موجود لا يخفى يطلب بكل مكان ولم يخل عنه مكان طرفة عين حاضر غير محدود وغائب غير مفقود أهلا وارحبا بكم مرة أخرى مشاهدين العزاء حياكم الله سماح تشاهد الله أحب أخذ اتصال بداية قبل أن أبدأ معكم حتى لا نقاطاكم الأخ سيد سجاد الموسوي من العراق تفضل أخ سيد سجاد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام حيوشيك حيوشيك أخ مرحبا حياكم الله من خلال من خلال موضوع من خلال حقيقة إلى أمر ولا بد من التعريق بفضل أهل البيت وتعريف الناس بالعداء الأموي لأهل البيت هذا موضوع لطيف جدا ورايق وأنا أطلب منكم دائما أن تستحدثوا برامج وتستقطعوا من البرامج والأوساعات وهذا الموضوع محتاج لنا حقيقة جدا موضوع لا بد من الوقوف عنده لساعات طويلة وحريهم بنا أن نستحدث قنوات وليس برامج إن شاء الله لأن هناك من الناس لحد الآن لم يعرفوا فاطمة ولم يعرفوا شيئا عن أهل البيت ولم يعرفوا إلا اسم فاطمة أنا قبل أيام وقبل سنوات أتحدث مع الناس في المغرب العربي لا يعرفون شيئا تماما تماما لا يعرفون أنها ابنة رسول الله وحريهم بنا وبالدولة الإسلامية في إيران أن تستحدث قنوات لهذه المواضيع للتعريف بأهل البيت والتعريف بالخط الأموي الذي لازلنا نعاني من أثر تبعاته وخطره حقيقة هذا الموضوع مهم جدا مهم لنا ولكل أعداء أهل البيت أن يسمعوا ويستمعوا ومنحلال قنواتكم الحقيقة استفدنا واستفادة الكثير من هذه البرامج وخاصة من الشيخ الأجل المحترم الشيخ أسد أسأل الله له ولكم طول العمر والمضي في هذا الطريق وأسأل الله لكم حسن العاقبة وشكرا جزيلا أهلنا ورحبا الشيخ سيرين يونس سنغال أيضا أرسل رسالة يقول لا بد يقول أود أن أكمل كلامي يعني ماذا كلام ما الأمس أعتقد أو الأمس ما أدري حول خطورة المشروع الأموي اليوم أكثر من ذي قبل لأن هذا المشروع اليوم يتلقى دعما أمريكيا وغربيا وجهات تتبنى نهجا إسلاميا الأمر الذي ولد كل هذه المنظمات الأرهابية في العالم وما زال هذا المشروع بحيلة شيطانية تسعى لأحداث الفتن وذاكر بعض البلدان لذلك أنا أرى ضرورة أن نركز أكثر على مشروع اليوم وتسليط الضوء مشروع الأموي اليوم نعم يعني هذا طبعا أنا أعتقد بأن المشروع الأموي ما زال إلى الآن ما زالت آثاره ما زال مشروع حتى المشروع نفس المشروع ما زال موجود لأن المشروع الأموي امتد بعضين من خلال ابن تيمية الذي نظل للمشروع الأموي ثم بعد ذلك انتقل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحن الآن أيضا عندما نشاهد الحركات الوهابية التكفرية هذه كلها امتدادات للمشروع الأموي وأنا أعتقد بأن هذا المشروع الأموي السفياني طبعا ما أريد أن تكلم بطريقة الإسقاطات التي يتكلم عنها ولكن هذا الخط الإسرائيلي السفياني هذا الحلف هذا الحلف سيبقى إلى يوم ظهور المخلص ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجوه الشريف فروحي لطراب مقدم الفداء هذا الصراع سيبقى مستمرا وفي كل في كل عصر يتجلى بصراع بلون من ألوان الصراع على كل حال نحن كما ذكرت كما وعدنا الإخوة والأخوات لابد أن نذكر الشواهد والشواهد هي كثيرة جدا قبل الشواهد أكون مداخلة أيضا من بريطانيا الدكتور أحمد أخذها ونرجع إن شاء الله تفضل أخ دكتور أحمد حياك الله السلام عليكم وحياكم الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تحياتي إليكم وإلى شيخنا الفاضل الشيخ حياك الله أنه مرحبا تضل ونشكركم على هذا البرنامج الجميل ذائم سباحة الشيخ مما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية الآن في أغلبها أصبحت أسوأ أمة على وجه الأرض يقتلون بعضهم البعض بإسم الله بالقرآن الكريم وبعاديث النبي المزوّر والتفسير المشوّر للقرآن الكريم مع أن عندهم الحديث كتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي لو أخذنا لو أخذنا سنتي كما يقولون إذن نرجع إلى كتاب الله لننظر ماذا حدث في تفسيره ونرجع إلى سنة رسول الله ماذا حدث لها لأن مستحيل أن يكون النبي محمد صلى الله عليه قد قال كتاب الله وسنتي لابد أن يكون قد قال كتاب الله وسنتي التي ينقلها لكم فلان وفلان وفلان التي هي عترة بالمنطق بالمنطق فإذن هنا يأتي أهمية هذا البرنامج لأن المنظومة الأموية الفرعونية استولت على الحب بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وما زال تعيش وتقتل إلى اليوم ولا بد أن تعالك ومن هنا يأتي أهمية هذا البرنامج وتحرير الشيخ الدقيق ولننظر كيف حدث ماذا حدث لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله بالتحريق ومنع الأحاديث ثم تزور الأحاديث حياكم الله بارك شكرا جزيلا الله بصدر على محمد ومحمد دكتور أحمد بن بريطانيا نعم نعم أيضا كتعليق يعني سريع على ما ذكره الأخ العزيز دكتور أحمد فالآن الثقافة الأموية ما زالت موجودة في في تراثنا هذا هو أيضا هو الخطير هذا الذي يولد لنا كل يوم يولد لنا حركات حركات يعني الآن الثقافة الأموية مختزلة بالحركات عندنا تصرفات لبعض الأشخاص يصوم يصلي يعني أنا ما قدر أتكلم الآن بعض بالخط العريض بهذه الطريقة الإنسان لابد أن يكون منهجا منهج رسول الله ومنهج أهل البيت هو هذا ليس العنوان العنوان ممكن لأن بني العباس يجوا بمعنى بهدف وعنوان عريض اسمه الرضا من آل محمد لكنه لكن كما يقول الشاعر لله ما فعلت بنه أمية معشار ما فعل بنه العباس نعم شوية عملية فصل الدين بين العبادة الفصل بين العبادة الفردية وصوم الصلاة معاوية ما كان عنده مش كان أيضا كان يصلي معاوية فصل بين الدين بين بين الصلاة والصوم والعبادات وبين الأخلاق الإسلامية السلوك كسلوك نعم كسلوك اجتماعي وهذا أخطر أيضا أخطر السلوب من أسليب بني أمية يعني صار في انفصام في شخصية المسلم يأتي إلى الصلاة ويصلي ويصلي في المسجد ويصلي أيضا إمام إمام الصلاة ولكن يخرج من المسجد ليذبح ليقتل ليظم هكذا كان يفعل معاوية معاوية كان يأتي إلى يصلي في المسجد ولكن عندما يخرج من المسجد كان يرسل جيش كما أرسل مثلا جيش بصر بن أرطأ فيقتل سبعين إلى مئة وعشرين ألف من أهل اليمن أو الغامض الاستباح الأنبار وهيت كذلك أيضا وكانوا الناس بعضهم من أهل الكتاب هم ما يدرون شكوا ما هذا الفصل بين العبادة الفردية بين الصوم بين الصلاة والصوم والدعاء وبين الأخلاق الاجتماعية هذا أيضا كان من إفرازات المشروع خالد القصري نزل من الخطبة خطبة الصلاة ونزل ذبح جعد ابن درهم هذا الرجل المسكي وهو كان مؤمن هذا جعد ابن درهم هذا كل اللي يقال عنه هو تشوي صورة البني أمية عند الناس والناس ابتلعت هذا الطعام طبعا وطبعا من أجل تبرير ومن أجل شرعنة هذه القضية الفصل يعني بين العبادة الفردية وبين الأخلاق الاجتماعية والرسول كان يقول صلى الله عليه وآله الدين المعاملة الدين هو المعاملة قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الحج هو المعاملة الدين معاملة فحتى يشرعن هذه القضية صوروا الأنبياء بطريقة تساعد على تمرير هذه الثقافة بأنه النبي هو نبي يصلي ويصوم ويدعو بشي يفعل كل شيء ولكن بكذب ثلاث مرات كما حصل مع في القصة المعروفة وفي الصحيح صحيح البخاري يعني النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وألاف التحية والسلام قال أنا كذبت فقط ثلاث كذبات اثنين منهن لله الكذب الكذب هذه من الأخلاق يعني هذه من الأخلاق السيئة في التعامل مع الآخرين تكذب على الآخرين وهكذا هناك الكثير من الشواهد وإذا تسمح نعم طبعا أنا اخترت الشواهد التي هي فيه شواهد معروفة وعلى كل حال يعني يمكن الكثير سمع بها مشهور تطرح دائما ولكن هناك فيه شواهد ربما إلى الآن لم تقدم يعني خصوصا عبر الشاشة فنحن نبدأ طبعا أنا لن أذكر قضية مثلا سحر النبي قضية أن النبي أراد أن ينتحر حاول الانتحار فيه فيه قصص كثيرة جدا يعني في الصحيحين يعني في البخاري وفي مسلم وأكثر شيء طبعا هو البخاري يعني أكثر من مسلم فقصص كثيرة جدا حتى في في غير الصحيحين أيضا فنحن سنقدم اليوم بعض الشواهد لاحظوا هذا الشاهد فيه صحيح البخاري في طبعا الشواهد مذكور عن من عن أبي هريرة فلأن هناك كما ذكرنا قبل يومين كان يخلط بين أبو هريرة وبين كعب يسمع عن أبو هريرة عفوا بين كعب وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبو هريرة يحدث وأبو هريرة يحدث أن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قرست نملة نبيا من الأنبياء قرصة نملة نعم نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت هذه ثقافة الإحراق طبعا هنا إحراق نمل بعدين تمتد بصير إحراق البشر وهذه الروايات المكذوبة بأن فلان أحرق وفلان أحرق وعلى كل حال فأمر هذه ثقافة أيضا نملة قرصة شنو شنوذن بالباقي تحرقهم يعني هذه هي قضية الإبادات ما المعاوية ويزيد على الطريقة الأمريكية الآن فأحرقت فأوحى الله عز وجل أن أن قرصتك أن قرصتك أن قرصتك نملة أحرقت أم من الأمم تسبح لله عز وجل يعني الله عز وجل اعترض على النبي الذي أمر بإحراق تحريقي هذه القادمة هذا فعل نبي يعني الرواية عن من عن أبي هريرة كل الروايات الآن سنقرأ عن أبي هريرة طيب أيضا هنا حديث آخر ثلاثة آلاف ثلاثمائة أو خمسة فقدت أمة من بني إسرائيل ضاعت لا يدري ما فعلت وإني لا أراها ما فعلت نعم أو لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر يعني مسخت إلى ماذا مسخت إلى فأر إذا وضع لها ألبان الإبن لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت فحدثت كعبا أنت سمعت فقال أنت سمعت النبي يقوله قلت نعم فقال لي مرارا فقلت له أفأقرأ التوراة أفأقرأ التوراة يعني نبيكم هاي ذكرها موجودة عندنا بالتوراة يعني شمدري عجيب هذا 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 الرواية يستشعر من عندها يردون يقولون أن النبي ما يقض بعض الثقافة ثقافة من أهل الكتاب هاي هاي حدثوا عن بني أصبعي شبهات المستشرقين للعلم من الشبهات المشهورة عند المستشرقين يقولون حينما نقرأ بعض الكتب الروائية نجد أن الموجود فيها موجود في التوراة أحسنت ما نقول فهل يعني هذا ولذلك هاي شبه همم عنونيها أن النبي ما أخذ من تراث الأمم السلامة نعم هذه يعني تسهل عملية اتهام النبي بأنه أصلاً ما عند النبي أخذه هذا نصف صريح أفقرأ التوراة جيد فإذن هذه أيضاً شاهد آخر على وأيضاً الناقل أبو هريرة هلا يعني أنا طبعاً لا أريد أن أبرأ أبو هريرة ولكن ربما أيضاً جعلوا أحاديث باسم باسم أبو هريرة هذا الموجود ممكن يعني حتى الزهري يقول الزهري يعترف وهذا الاعتراف صريح من الزهري بأنه كنا نكره كتابة العلم نكره كتابة العلم نعم يعني بالإكراه بالقوة أنا معرف الإكراه هون كان بالمال كان من خلال مثلاً تهديد بالقتل ولكن الزهري يقول عن عبد الرزاق نقلها بأنه الزهري قال بأنه كنا نكره أو نكره على كتابة العلم أو نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليها هؤلاء الأمراء ويقول الأمراء من هم الأمراء هذا النص خطير وين هذا ورد هذا ورد طبعاً أيضاً نقله صاحب كتاب السنة ومكانتها للسيباعي المكتب ولكن المصدر هو طبقات ابن سعد الجزء الثاني صفحة 296 عجيب يعني ابن شهاب الزهري الزهري وهو الراوي اللي مختص بعصر بنيه لمعظم الرواة عصره بني أمي وبني العباس هو كان مختص وكان من كبار الأئمة يعني طبعاً أكره على كتابة الحديد القبل أكره على كتابة هذا أكبر دليل على أنه كم حصل عن من عملية تزوير أيضاً من خلال الزهري وهو يقول هو مكره ولكن لا أعرف مستوى الإكراه إلى أي حد وصل على كل حال جيد أيضاً لاحظوا هذه الرواية كانت بني إسرائيل يغتسلون عراط ينظروا بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحدهم فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنى إلا أنه كذا يعني كان من دون كذا فذهب مرة يعني هل أكثر مثل بخاري يعني بروايات كله كذا بالبخاري بمسلم موجود هذه كذا 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 نعم يعني يمكن كانوا خوفاً من السلطان مثلا أنا وياكم تعلمنا على تعلمنا من البخاري مستلم فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر هرب الحجر بثوبي فخرج موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر أعطيني ثوبي الحجر يركب يعني مثل مثل الأفلام هليوت تقريباً يعني لا إله حتى نظرت بنو إسرائيل يعني هي لو معجزة صح بس هذه ليست معجزة لأن هذه فيها إساءة للنبي صلى الله عليه عليه السلام للنبي موسى عليه السلام حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فبهالطريقة عرفوا بني إسرائيل بأن موسى يعني ما عنده مشكلة على كل حال فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر ضربة يمكن نعم على كلها كذلك أيضاً هنا عن أبي هريرة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظوا كل ينسبون الروايات إلى النبي نعم مرفوع فنادى رب فنادى بين أيوب يغتسل عرياناً أيضاً شنو قضية التعري شنو سالفتها هذه قضية الروايات نعبر عن الروايات التي يعني ما فيها على كل حال يعني الروايات اللي اللي فيها هذه المشاهد كثيرة جداً وإلا للنبي يغتسل أريان النبي أمهات المؤمنين أيضاً عائشة كانت تغتسل أيضاً هذه رواية أموية هذه طبعاً عائشة كانت تغتسل أيضاً يعني يعني هو معاوية كان يكره عائشة بصراحة يعني يكره أم المؤمنين عائشة فيوضع أي رواية حتى يتهمها هو معاوية يعني ليس كما ذكرت ليس حباً لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعائشة ولا بعثمان ولا بعثمان حتى أنا أعتقد أنه أصلاً هو قتل عثمان وهناك مطالبات أن تجعلون حلقة خاصة بمسألة مقتل عثمان مطالبات أنا وصلتني خاصة هو خطط لقتل عثمان معاوية هو المخطط لقتل عثمان ولكن هذه الروايات تقدم سورة النبي بأنه إنسان يعني كأنه يبحث فقط عن شهوة وهكذا أيضاً طبعاً هذه الروايات كلها روايات يهودية لأنه بالثقافة اليهودية والثقافة التوراتية في عندنا ثقافتين يقرأ التورات يلاحظ يراحظ ثقافتين واحدة ثقافة العنف والوحشية وهذه الدعشنة الدعشنة في الأصل هي تلمودية تلمودية وفي عندنا ثقافة أخرى هي ثقافة الجنس كما بالتعبير ثقافة الجنس وأدخلت على التراث التراث الإسلامي أدخلت من خلال من خلال هؤلاء بواسطة بني أمي سمح شيخ أنا السؤال هل هذه مختصرة على البخاري ومسلم أم تعدت يعني المذاهب الإسلامية ولدينا أيضاً رسالة صوتية أيضاً لكن أسمع إجابتكم باختصار أن تقل الرسالة طبعاً هناك صاح مسلم أيضاً وإن كان صاح مسلم أقل ولكن أيضاً هناك روايات إسرائيلية وأموية وأيضاً يمكن أن نقدم شاهد على ذلك على الأقل إذا سمح الوقت وإذا ما سمح الوقت لكن لدينا اتصال من الأخ عبد العاطي من المغرب أو رسالة صوتية الأخوة في غرفة السيطرة لن يجب علينا أن نبين على أن الذي بين أيدينا هل هو ثورة أم دين لقد دأب الكثير في تفسير القرآن وقاموا بطرح مجموعة من المعاني وعطوا التفسيرات أو تفسيرات عدة حول ذلك لكن تلك التفسيرات كلها كانت ارتيائية وأفكار اجتهادية من عنديتهم وأطروحات مستوحات من الترط القديم أي أنهم أخذوها ممن سبقوهم من النصارى واليهود هذا في تقطيع أنتم تفهمون يعني الأخوة في غرفة السيطرة هذا التقطيع منين إذا تعالجوه تعالجوه بعدين إن شاء الله نستمع إليه إن شاء الله طيب شكراً جزيلاً طيب لاحظوا هنا أيضاً في صيح مسلم الذي لم يسلم أيضاً من الأمويات والإسرائيلية مسلم كان عنده تحفظ كان عنده نعم أكثر من البخار ولكن على كل حال الحجم الكبير للإسرائيليات والأمويات دخل إلى كل الكتب الروائية وإلى كل مصادر الحديث وأنا كما ذكرت وأنا سأقرأ أيضاً حتى مصادر الحديث الشيعة تسرب إليها أيضاً إسرائيليات ولكن طبعاً بحجم جداً محدود ومكشوف بالنسبة إلى علمائنا وهذا طبعاً له أسبابه لأنه الروايات التي نقلها على علماء مذب أهل البيت هي روايات عن أهل البيت وأهل البيت يعني لم يرد في التراث الإمامي في التراث الشيعي ذكر أو رواية لكعاب لأبي هريرة هل وردت؟ ورد ورد يعني موجود عندنا ولكن أولاً لم يرد في مصادر الأحديث المهمة مثل الكافي مثلاً مثل أصول الكافي أصول الكافي لا نجد فيه إسرائيلي إسرائيليات أو أمويات إذا نجد قد نجد يعني نادر جداً 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 يعني نسبة سفر فاصلي سفر واحد على مثلاً على فنادر جداً فأنا أعتقد بأنه مثلاً أصول الكافي بعيد كان بعيد جداً عن في التراث الإمامي أين نجد كعب؟ في التراث الإمامي نعم نجد الروايات التي نقلها علماء السنة عن كعب تسربت إلينا في كتب التفسير بشكل أساسي وقليلاً في كتب علماء الشيعة قليلاً جداً جداً لهذا السبب أنا مرة أخرى أقول بأن بأنه يعني أن نقول بأن إن كثيراً من رواياتنا إسرائيلية وأموية أو مثلاً مجوسية تقد هذه مبالغة كبيرة وكبيرة جداً وخطأ كبير وفاحش جداً ناتجة من عدم الدقة من عدم المطالعة لكتب الأحاديث على كل حد المخرج يؤشر بأنه انتهى وقت البرنامج تعطونا كم دقيقة بعد طبعاً هنا أيضاً في صحيح مسلم النبي سليمان يطوف على ستين أمرأة من أجل حتى تلد له أطفال ويكونوا مقاتلين أجل ثم في رواية أخرى أيضاً عن أبي هريرة بأنه سليمان يطوف على سبعين أمرأة الأولى كم ستين سبعين هي نفس الرواية نفس الرواية ونفس الراوي ونفس الراوي جيد لاحظوا أيضاً هنا في الرواية الثالثة نفس الراوي نفس الراوي أبو هريرة عن النبي بأنه أيضاً لأطوفنا على تسعين أمرأة يعني الشيء حتى الإنسان لا يتخيله علماء الحديث يستهجنون مسألة تغيير الألفاظ إذا وردت الرواية بسند واحد يعني إذا سند واحد وألفاظها متكثرة تجي مثلاً عن أبي هريرة قال كذا عن أبي هريرة قال كذا وأكو اختلاف شوي يجدون هذه يعني يحكمون على بأنه من النوادر طبعاً كأنه يغمزون فيها نعم هذا دليل على غرابتها وعلى أصلاً على وضعها أما بالنسبة إلى التراث الشيع عندنا مجال والله لا الوقت يقولون إذا انتهى فقط ننقل هذه غداً نتكلم إن شاء الله عن التراث الشيعي والأمويات هذه الرواية في مستد الإمام أحمد بن حنبه رواية هذه فيها طعم كبير جداً بزوج بأم المؤمنين خديجة سلام الله سلام الله في مستد أحمد بن حنبل هذه الرواية بأنه أن رسول الله ذكر خديجة وكان أبوها يرغب أن يزوجها فصنعت طعاماً وشراباً فدعت شراب يعني خمر فدعت أباها ونفراً من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا يعني أسكرتهم فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني هو سكران حتى يقبل فزوجها إياه وألبسته حلة وإلى آخرية وكذلك كانوا يفعلون بالأمائلة تصور السيدة خديجة تستعمل الحيلة أحسنتم والخمر من أجل أن تتزوج بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سماحك أستاذ الشيخ أسد محمد قصير في ختام هذا اللقاء نتقدم لكم بالشكر الجزيل طيب الله أنفاسكم وشكراً جزيلاً لكم طلبات المشاهدين بعض الموضوعات يردوها إن شاء الله ومشاهدين الأكارم أنتم أيضاً نتقدم لكم بالشكر الجزيل على طيب المتابعة والاستماع نأمل أن نلتقي غداً في مثل هذا الوقت شكراً لكم الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلاه هو الملك الحدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجفار المتكرف سبحان الله عما يشركون والله والله الخالق البار المصور والله والأكماء الحسن يسبح له ما بالسماوات والأرض وهو والأرض الحكيم المصور 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة